النظام الشمسي تنقسم الكواكب المكونة للنظام الشمسي إلى كواكب داخلية وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ وهي كواكب صلبة تحتوي على المعادن والصخور وهي المجموعة الأقرب إلى الشمس وكواكب خارجية وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وجميعها كواكب غازية ولكل واحد منها لب فلزي وغلاف جوي كثيف أما بلوتو فهو كوكب قزم من الكواكب الخارجية إلا أن تركيبه شبيه بالكواكب الداخلية الكواكبات وهي أجرام صغيرة نسبيا ذات طبيعة صخرية فلزية تتحرك في مدارات حول الشمس وتقع بين كوكب المريخ والمشتري المذنب وهو جسم كبير مكون من الجليد والصخور يدور حول الشمس في مداد إهلي الجي وعند اقترابه من الشمس تقوم أشعة الشمس بنفس الغاز والغبار عنه مما يعطيه ذيلا طويلا لامعا يتحرك مبتعدا عن الشمس الشهاب جسم مؤلف من المعادن أو الصخور يحترق قبل وصوله إلى الأرض ويظهر على صورة خط لامع في السماء أما إذا لم يحترق الشهاب كاملا ووصل جزء منه إلى الأرض فيسمى نيزكا ويترك النيزك حفرا كبيرة وعميقة على سطح الأرض ترجمة نانسي قنقر